محمدية وجميع الأساتسة وسلطات من هذه المدرسة أنا بصراحة ممكن بيقول من صميم قلبي بأنني أنا سعيد جدا أن أكون هنا معكم في السيارة بسيطة لكن شفت بأنه كل الاستعادات لاستقبالي منتاز يعني درجة أولى منتازة فأنا أشكركم أشكركم وأشكر كمان رئيس الجامعة كمان رئيس الجامعة كم في فرصة لأزور مرة أمثانية إندونيزيا وأن أشارك صداقة بيننا جميعا وغرض هذه الزيارة وحذف الدكتورات هو أن أنا اشتغلت كثير من أجل الأخوة الإنسانية هذا مهم جدا وأنا كوزير لقدسة البابا فرانسيس مسؤول من الحوار بين الأديان بين المؤمنين فعليا كمسؤول مسؤولية كبيرة لأن العالم اليوم بالصراحة يتعلم كثير العالم مريض لازم أن نتصلع أن يشفيه فعلينا هذه المسؤولية لكي نحن جميعا بواسطة التعليم فلذلك أنا مبسوط جدا أن نزور هذه المدرسة التي فيها فيه كل العلوم والتعليم لكي الشباب يقدروا أن يتكلموا لغة الأخوة بواسطة تعليم بواسطة تعليم وبواسطة كمان الأخوة الإنسانية بواسطة تعليم شكرا لكم على هذه المدرسة لإنقاذ الوصولنا كمع الناس عن المحتاجة لتقوم بعمل في الوصولنا لتقوم بعمل الوصول على الوصول على الوصول على الوصول الناس بعمل الوصول على 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 يعني untuk membaharui persahabatan dan persaudaraan di antara kita. Please go on. So, what I would like that we may keep in our hearts through this gathering today, of which I am very thankful to you, هو أن نرد المذيبنا في نفسنا إلى نفسنا WE's that we may renew our commitment to live as human beings that is respecting each other Livin in mutual love and collaboration working for co-existence Helping the poor, assisting يعني كل الأخلاق لأننا مؤمنين وكا مؤمنين علينا المصولية أن نعيش في إرادة الله وكما تعرفون أن الله هو الذي يساعدنا لأنه هو كلنا sponsors because he is the creator and therefore we have to obey him but we have as human beings not to be opposed one against the other but to stand all together shoulder to shoulder hand by hand looking ahead in order to heal the wounds of the wall today شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة